تباعدها انطلاقا من المحاور الرئيسية اللي حيارك بتتكلمي فيها في الأيام السابقة وفي إطار التغطية المتميزة اللي انتو بتقدموها الحقيقة لازم يبقى فيه إدراك أن احنا عندنا تلات محاور رئيسية دارت عليها الكلمة المحور الأول المحور لعلاقات المصرية الصينية المباشرة المحور الثاني ما يتعلق بالصين ودورها في المنطقة شديدة التعقيد الآن وشديدة التفاعل منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط والمحور الثالث المتعلق بالصين وإفريقيا والتحديات المشتركة التي تواجه الكتلتين الأسيوية والأفريقية تجاه دول ترغب في استغلال مزيد من الاستغلال ومزيد من الهيمنة على مقدرات الشعوب الأفريقية على مستوى الأول طبعا إنعكاس مباشر لتميز العلاقات وتفرض العلاقات المصرية الصينية توقيع عدد من الاتفاقيات على مصار استكمال الشراكة الاستراتيجية كاملة بين مصر والصين مزيد من التأصيل لتعاون مستقبلي واسع بين مصر والصين يمكن منعكس في الاستثمارات الصينية الواسعة في البنية التحتية في الدولة المصرية أهمها الطرق والنقل والمصادات والشبكة الكهرباء والعاصمة الإدارية الجديدة ويكمل الاستثمارات الكبير في صناعات التكنولوجيا والصناعات الحديثة والمجمعات الصناعية الكبيرة لكم كبير جدا من الشركات الصينية اللي بيتم دخل الاستثمارات فيها بمعدل متزايد سنة عن سنة يمكن ده من أهم المحاور اللي بيتم التأكيد عليها استغلالا للرابطة الثقافية والحضارية الكبيرة جدا اللي بتجمع الشعب المصري والشعب الصيني هنا لازم نأكد على أن زيارات المتكررة اللي هي بمعدل مرة كل سنة للسيد الرئيس عفتاح السيسي للصين دي بتعكس إدراك مباشر بأهمية هذه العلاقة ومحوريتها على مصار التنمية والاستفادة من الخبرات الصينية موسيقى